ومنورني في الستوديو أرسان بوداد لانج هنتكلم معاه زي ما قلتلكو كده في أول الحلقة عن المشاكل اللي كان بتحصل وقت الخطوبة والمشاكل بقى بعد الجواز والعيشة مع بعض وإيه الاختلاف الفضيع اللي حصل من وقت أنا بسامي الخطوبة دي أصلها وقت السوسوة كده بنبقى عصافير كلنا مع بعضينا كده إيه بنغني على بعض زي ما بنقول ونرجع بقى ندخل في بيت واحد تقفل علينا باب ننام ونصح ونتعصب وكل بقى المشاكل اللي بتحصل منورني في الستوديو على عرسان الجداد الدكتورة ماي حجازي ساخية دكتورة ماي والدكتور أحمد حسن وردن ساخية دكتورة أحمد مبروك والحمد للع السلامة طبعا أنا حستنى يا جماعة إليفوناتكم كل واحد عنده تجربة للمشاكل الأساسية اللي كان بتواجهه وقت الخطوبة والاستضم بايه بقى في أرض الواقع لما اتجوز وعاش مع الشخص اللي هو كان بيحبه ويرغي معاه في التليفونات بالليل ويسبله والحاجات دي هستنى تليفوناتكم تشاركونا بيها خلال الفقرة أبتدي معاكم طيب السؤال المعتاد تعرفتوا على بعض إزاي تعرفنا إزاي بصي أنا كنت أول ما اتخرجت فتحت مركز في أكتوبر تمام؟ وماي كانت عايشة في أكتوبر أصلا فكانت هي في مركز جنبي تمام؟ فالشغل طبيعة الشغل اللي كانت بيننا هي اللي عملت الاختلاط اللي بيننا ده يعني مش كوى السلونات؟ لا خالص لا خالص نحنا يعني عادنا حب عطوة أنا عايزة أقول لك إن أنا وماي كنات نكره بعض بص بقى هي دايما بتبتدي كده هي بصي وكناش يعني هي مش عايزة تشوفني مش عايزة أشوف مين الدكتور اللي ما بيتكلمش ده أنا ولا مين الدكتورة ما ترضاش تتكلم مع حد خالص كناش منكلم بعض خالص مرة مع مرة مع مرة بأسلوب بطريقة بسيسة أحكيلي طب يا ما هي ما كنتش بتحبي فيه إيه؟ إيه اللي كان ما خليكي قفلة منه كده؟ هو صومت شوية في حاله ويخلص شغله ويمشي على طول هاتي حاسة أنه هو مش مهتمة؟ في الأول يعني إذا بعدي كده مهور القرامي يعني معقولا ملياش أثر؟ عدنا فترة في الأول يمكن ثمان شهور في المركز ده وفي الأول كلينك دي يعني ما بنبيش كونتكت بيني وبينه غير كلام بسيط يعني حد ما حصل موقف كده أحب أعرف أحب أعرف الموقف مش فاكرة الموقف أوي بس هو يمكن لا لكن الموقف أكيد فاكراه هي حد من قريبة كان عنده مشكلة وكده وأنا وقفت معها بسم معرش أنه هو من قريبة فقال لي أن أنا قريب دكتورة ميت دكتورة ميت فرحت قلت لها خلي بيليك أنا حاصر كذا 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 وهي عرفت أن أنا اللي كنت واقف معي فاستغربت بقى أنت زي الراجل ده يعني أنا مش وقفة يعني أنا مصدومة منه من تصرفاته فجأة لقيته بيتصرف بالطريقة لقتي بقى شح من الراجل عارف بقى تسبيل في الأول سبيلتي؟ لا هو ما سبيلش بصراحة ولا أنا برضي في الأول لا كنا سيريوس في الحوار بجد في الأول طب اللينك جنين بقى هو المواقف ابتدت تبين يعني الشخصية اللي قدامي لا طب استني بقى أنت عشان انت بدي الكيس في شكل انت بقى كبر الموضوع في دماغك وقلت آه بقى يعني أنا إيه حرس معلمين بصي هو أنا هقولك بصراحة هو الكهرباء جات منين؟ من نمش لا الله لا الله شكرا 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 شكرا